بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربه وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سنعهم وعلى بصالهم وشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضوا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكربون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شاقينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزرون الله يستهزر بهم ويمدهم في طغيانهم يعمرون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءتنا حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آدانهم من الصواعق حدر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أضلب عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعتذوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم فلما أنباهم بأسماءهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبني سأبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع ملاحين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإيايا فربون وآمنوا بما زلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون سوبونكم سوء العذاب يذبحون أبلاءكم ويستحلون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرطان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعاهم واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وثومها وعدسها وبصلها قالا تستبدلون الذي هو أدنى بالله هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكمتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فاجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومين الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فاسعنوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسخي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فاذارأتم فيها والله اخرجوا ما كنتم تكتبون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست خلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظلمون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتعوا به ثمنا قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسل النار إلا أياما معدودا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيته فأولئك أصحاب النار من فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة من فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالواردين إحسانا وللقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة ولاكوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون لماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرأتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإذن والعدوان وإن يأتوكم مساغا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتغمنون ببعض الكتاب وتغفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا منصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وطفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن غريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقدلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعلم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما أعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم من يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين على موهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تحتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلا بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سبعنا وعصينا ومشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يغلوكم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا البوت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو نعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عنوى لجبريل فإنه منزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عنوى لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان فإن الله عبور للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَقُلْ لَمَا عَامَلُوا عَهْدًا نَبَدَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم رسولهم من عند الله مصدق لما معهم نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما منزل على البنكين باب لهاروت وماروت وما يُعَدْ إِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِلَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقضوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب النين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتمدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ذلكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خيره تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانينهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو مرسل فله أجمع عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كاهوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها سوء وسعى في خرامها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فذم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا ادخل الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قاهتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون بعد الذي جاءك من العلم لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل أكو نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفسه عن نفسه شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يمال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعندنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطالفين والعاكفين والركع السيود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آبنا وارزقا له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فهم اتعوا قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا أنس فيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنين ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهجاء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدين قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل للة إبراهيم حريفا وما كان من المشركين قلوا هو آبنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحدهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسأكفيكهم الله وهو السنيع العليم صبغة الله ومن أحسن إلى الله صبغة ونحن له عابلون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسلاق كهودا أو نصارى قل أنتم أعلموا من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكن ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيخوذ السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينطلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله للناس لغرف رحيم قد نغى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شقر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شقرا وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعض بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لهم الظالمين الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناهم وإن خريقا منهم لا يكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهكم هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك ومن ضاه بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلبوا منهم فلا تخشووا واخشوبي ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكن تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياه ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والكمرات وبشر الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون إن الصفا والأروة من شعاء الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والمدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنه الله ويلعنه الأعلمون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التغواه الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعمة الله أولئك عليهم لعمة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنه العذاب ولا ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر ما ينفعه الناس ومنزل الله من السماء الماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحابي المسخر بين السماء والأرض لآيات بقوء يعقلون ومن الناس من يتخذون دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اتبروا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسلام وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يبركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءنا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهو لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم أيام تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل إلا به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عني إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب الأمين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعداب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاط بعيد ليس الفر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الفر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهبهم إذا عاهدوا والصابرين في المأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحروب الحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفيا له إن أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه الإحسان ذلك تخفيص من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عداه أليم ولفذ في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدهم الموت إن ترك خير للوصية للوالدين الوصية للوالدين والأقربين بالبعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثنا فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفوره الرحيم يا أيها الذين آمروا كتب عليكم الصيام فما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معهودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدكم من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسجين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدكم من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتؤمنوا العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دادان فليستخيبوني واليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحلم لكم ليلة الصيام الرفة إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لهم وقلوا واشربوا حتى يتهين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالهزر وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس المر بأن تأتوا البروت من ظهورها ولكن البر من اتقى ولكن البر من اتقى وأتوا البروت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث سقفتهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفوظ رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموه أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فمسكيسر من الهدي ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمسكيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاغر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموه أن الله شديد العطاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فين الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكرواها عند المشعر الحرام واذكروا فما هداكم وإن كنتم من قبلين من الظالمين ثم أخيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا لا تلا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا لا تلا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيم مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم علي ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتقى الله خذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس الجهاد ومن الناس من يشري نفسه بها مرضاك الله والله رغف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمر سل جني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس رمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم قتال وهو كبه لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون يسألونك عن السهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعهم ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحابهم نارهم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إفهم كبير ومنافع الناس وإفهم ما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قد العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعمتهم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمتهم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبدهم مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم أولئك يبعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتددرون ويسألونك عن المحيم قل هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيم ولا تقربون حتى يطمروا فإذا تطورن فأتوهن من حيث أمرته الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبقوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع العليم لا يؤاخذكم الله بالنغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أجل فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أعزموا في طلاق فإن الله سهيع العليم والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قطوع ولا يحل لهم أن يكتن ما خلق الله في أرحام إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي علين بالمعروف وللرجال علينا درجة والله عزيز الحكيم الطلاق مرتان فإن ساهم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهم شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا أن لا يقيبا حدود الله فإن خفتم أن لا يقيبا حدود الله فلا جناح عليها فلا جناح عليها فيما افتدتهم تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالدون فإن طلقها فلا تخل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليها أن يتراجعا إن ظلنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لطوم يعلمون وإذا طلقتهم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تنسكوهن ضرارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله المزوار واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة عظم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتهم النساء فبلغن أجلهن فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك نوعب به من كان لكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعملون والوالدات رضعن أولادا حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وإسوتهن بالمعروف لا تذلك نفسه إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتغت الله واعلموا وأن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكبرتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزعوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذرواه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسون أو تفرضون لهم فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقفر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتم من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهم فريضا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفوهن أو يعفوهن الذي بيدي عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقول الله طاهتين فإن خفتم فرجالا أو ربانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعينون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعدكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم هلوف حذر الموت فقال له الله موتوا ثم أحياهم إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشهرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قهضا حسنا سيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبر ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئين من إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لهم قالوا تبلكا قالوا أن لا يكون له الملك عليها ونحن وحق بالملك منه ولم يؤتسع سبز من المال قال إن الله صفاه عليهم وزادهم بسخة في العلم والجسر والله يؤتي ملكا من يشاء والله أسلو العليم وقال له نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الدابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليهم بنهم فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترفه فتم بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه ووالذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين أظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما مرزوا لجالوث وجنوده قالوا ربنا أفض علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا جفر الله الناس بعهم ببعض النفسدة الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاتوا البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا ومنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القلوم لا تأخذه سنة ولا لوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع قرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلم العظيم لا إكرام في الدين قد تغيّن المشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعوة المفقى لن في صام لها الله سبيع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحى من نار فيها خالدون ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا أحيي هذه الله بعد موتها فأمات الله بأتعام ثم بعثه قال كم لبث تقال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبثت من تعامن فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسرها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي لي كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن لأطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جساء ثم ادعوهن يأتي لك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنادر في كل سنبلة مئة حبة والله الضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا أداء ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا ذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعوا أذى والله وليم حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالبن والأداء كالذي ينفق ما له رباء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلوا كمثل صفان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين انفقون أمواله ابتغاء مرضات الله وتثريتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتترك لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلوا والله بما تعملون بصير أرد وحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعجاب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها يعصاب فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تنمبوا الخبيث من متنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني الحميد الشيطاء الشيطاء يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عظيم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أول الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نغغتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفمغاء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداء ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تغلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلى ليه فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحى النار فيها خالدون يمحق الله الربى وله بالصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة له مجروم عند ربهم له مجروم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس وأموالكم لا تغلبون ولا تغلبون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى منسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغلبون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بديل إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليغلل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو بعيشا أو لا يستطيع أن يملله فليغلل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجليه فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوه ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا من أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا تغتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تغتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتبوا الشهادة ومن يكتمها فإنه آتم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعدم من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل الآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا يا تواخلنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لاه وقتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة